السلام عليكم عزائي المتابعين اليوم رجالكم الجوكرا في فيديو جديد الفيديو تابعنا لليوم عن أقصى التطورات الممكن يوصل لها ثلاثي الوحوش اللي هو زورو لوفي سانجي وقبل ما نبلش الفيديو شمطونا اللايك والاشتراك خلين نرفع التفاعل في القناة أما بدائيا لنا بالأول سانجي أقصى سانجي لكل عارفه بعد ما أيقظ خاصية سيرجيا مانا هذول المهم الهبل هذول تابعونه العيلة تبعته العيلة اللي كلها هذول بعد ما أيقظها صارت رجله تقدر تستحمل درجات حرارة أعلى يعني لما قبل كان يستخدم درجة الحرارة النار العادية كان تستنزف طاقته فيه كثير بس بعد ما تعود عليها صار إشي طبيعي بعدها وصل لدرجة النار الزرقاء هاي وحدة من أعلى مستويات اللاهب الأزرق بس مش أعلى مستوى ممكن يوصل له سانجي سانجي واحد من أساطير الطاقم واللي حكى إنه رح يكون أكبر تهديد على حكومة العالم أكيد ما رح ييجي التهديد تبعه من نار زرقاء لا سانجي أعلى تطور ممكن يوصل له رح يوصل للنار السودة وهاي النار نار قادرة تحرق أي إشي وما فيه إشي بطفيها زي ما شوفنا ابن روتو اللي كان يستخدمها ساسكي أكيد كلكوا عرفتوا النار بعد ما شرحت لكم عنها هاي نار ما حدا بيقدر يطفيها نار قوية ولو سانجي فعلا قدر يوصل لهاي الدرجة وأيقظها رح يكون واحد من أقوى الشخصيات في عالم وان بيس ثانيا عندنا لوفي اللوفي بعد ما ممكن يوصل لزورو بعد ما يتقن جميع عنواع الهاكي بالطريقة المتقدمة ويصير واحد من أسطورة السيفين لازم يوصل سيفه للون الأسود عشان يكون قادر إنه يجابه ميهوك وعشان يوصل سيفه للأسود لازم يرمي في دم الأقوية لازم يطيح في أعلى أقوية السيفين في عالم وان بيس ويروي السيف السيوف اللي عنده منهم عشان يوصلوا للون الأسود بعد ما شمعوا من دم السيفين الأسطير وهيك بنكون وصلناكوا لنهاية الفيديو وشمطنا اللايك واشتراك لو كنت ناسي ولو كنت ناسي هفكرك